الدخلة اقصى عقوبة لو تنتظر الشرطة اللي قتله ستة واللذين شهر ماكس بقى سادي بو انتينو في الوش بش يكون يعني التقرير الاخيرة خاطر كيما في فلويد صارت من لول تحاكمه بعد هبطت الفيديو كامل ظهرت اني هو زادة غلط الهنة ليه الهنة حسب الفيديو وقد فرجت فيه هنا وتبعت الحكاية انه صارت نبزة بينه هو شكون في البلاسة اللي هم فيها جابوا له الحاكم كان التعامل عنيف رو بالحق ما تراه نجي نقول لك رو يمكن من اعنف البوليسية في العالم رو هم بوليسية الامريكا رو من اعنف وعندهم الحق يستعملوا سلاح وقت ما يحس هو مهدد طارش معناها وقت ما يحس هو مهدد معناها وقت ما يحس هو مهدد حتى تقرب تيد جد يمشك فيك تشوف حاجات غريبة جدا وهذا يعطيك فكرة على حقوق الانسان في امريكا اللي تعطي فينا هي في دروس على حقوق الانسان اشوف حقوق الانسان عندهم اما يقولوا انها بشتخدم كاميلة هاريس نوف لخطر هي بطبيعتها من سمرة البشرة معناها وهذه جاتها كما قلوا احنا على طبق من ذهب انها بشتخدم بيها كما قلت بيليل اعنف شرطة في العالم الشرطة الامريكية عم ناول الفين واتلافة وعشرين الشرطة الامريكية قتلت الف ومئتين شخص يلا الانتخابات ساعات قبل ما تبدأ الانتخابات نحكي لكم شوية بعد كل واحد يعطيني رايو الانتخابات اول نهار ثلاثة من نوفمبر كل اربع سنين من المقرر ريتم تنصيب الفائز تنصيب رسمي نهار عشرين جام في الفين وخمس وعشرين الحملة ريتب ده بخمستاشر مرشح تسعة جمهورين عربع ديمقراطين مجرد رشحين مستقلين ثم صارت الثلاثاء الكبيرة ذاك وزوز من ناس زوز من ناس ترشحوا في كل ولاية تصير انتخابات يصوت فيها المواطن الامريكي للمندوب بأصواته لصالح احد المرشحين يصوته لازم مرشح بالشربح يكون عنده ميتين وسبعين صوت على خمسة مئة وثمانية وثلاثين من المندوبين اشعلنا في الامور التقنية ولكن هكذا انتخابات يعني في بطاقة الاختراع يختار المندوب ما يختارش المرشح نفسه فما شوية تعقيد هنا نجم المرشح يفوز بأكثر عدد من الأصوات على المستوى الوطني كما صار مع إلاري كلينتون كانت تذكره عام 2016 وما يربحش في المجمع الانتخاب ويهزم في الانتخابات فما تقسيم معين في امريكا ما فاميش هيئة انتخابات كل ولاية تقسم الانتخابات وحدها عليش ديمة الديمقراطي والجمهوري مرشحين زوز احزاب أقدم أحزاب من أواخر قرن 19 عندهم أكثر منتمين وديما هما يربحوا في الانتخابات التمهيدية معتها بالتقليد شوفوا فرنسا مذنكي جي ماكروت كسر الريتم يمين يسار الفيل ضد الحمار شنية الفيل ضد الحمار وحسا حاجة يقولك حتى لا سيبه وخلي خلال الفيل ضد الحمار على شو وصفهم هك لحظة لحظة الفيل اللي هو ترامب كيفاش يعمل الفيل كيفاش يقول الفيل لح والحمار وصلي عني بس بعد قلت أسواد الحمد لله يارب الفيل هو رمز الحزب الجمهوري ترامب القوى الاقتصادية والدفاع عن القوى التقليدية والسياسات المحافظة أشهر رؤساء الحزب الجمهوري روزفيل جورج بورش نيكسون وغيرهم والحمار رمز الديمقراطي لمشتاشة حاريس لالتزام بحقوق الفئة العاملة والاصلحات الاجتماعية أشهر رؤساء الحزب الديمقراطي كينيدي كيلينتون أوباما على مدار تاريخ السياسي الطويل لم تولد حتى مرامة منصب الرئاسة في أمريكا معتشو التطور وكذا حتى مرامة ربحت كيلينتون مرة الوحيدة اللي عام 2016 وخسرت وبرشا ناس يقولوا تستحقت ربح ولكن في الأخر لأنها مرامة صوتوا لهاش الأمريكان أريس هذية تولدت في كاليفورنيا لأبوين مهاجرين هندي وجامايكي ترامب رجل أعمال كان حكومة أمريكا عام 2016 الانتخابات مش تكون خمسة نوفمبر علما وفما ناس اليوم في أمريكا تصوت بالبريد مش لازم تكون في مركز الاقتراع وللأسف متخلف أمريكا قولي عليش سوفيان علسي نوفم معندهم مش لحبار نجي بشو يعرفوه انت خب ولا مدخبش مال ماليش فيهم بكرتوشا اللي انت خب يضربوه معندهم مش لحبار ويا نوفم كان تسمح لي نعلق والحمار الحقيقي أو عملية الاستخمار اللي يصدق سياسة الأمريكية هي تبادل أدوار مرة ديمقراطي مرة جمهوري هونك تشوف على مداء سنوات كيف بعضهم عملة كيفاش وجهان اللي عملة واحدة خستان في السياسة مع العرب شوف التدمير شوف القتل شوف الكلام اللي يخرجوا فيه والمفاهيم الغالطة والمغلوطة احنا مع اسرائيل لنهتدفع المسلمين لحد الآن بش ينتخبوا آريس وآريس توا في آخر استطلعت الرأي متاع اليوم هاربة شوية شوية معده إلى حد الآن هي ربحة حتى وعودت طلعت هي ربحة شوية بالنسبة للعرب في أمريكا مو قسمين بين عريس و ترامب أما المسلمين أكثر أريس نوها بعد تصريحة الآخر اللي عملتوا جمع هذي قالت سأفعل كل ما في وصعي بش نوقف الحرب اللي قادة تصير في غزة معناها كين ربحت أين نوعدكم اللي عاد فما يبدأ المسلمين هاي خطر عندهم صوت ما هو ما ترى نجا نقول لك رو أنت تقول نفس السياسات رو خطر احنا نخزرهم من برأ خطر احنا ساعات نبدون نستنو فيه مش يكون بش يجي بش يكون قليخ الكف هما سياساتهم الداخلية هما غاديك خطر الخدمة لكل ع سياسات الداخلية العركة بين الديمقراطيين والجمهوريين ع سياسات داخلية فمش يكون يحب يخدم برشة على النظام الصحي على النظام التعليم على النظام المالي فأفهم هما العركة عليش كتقول لي ينتي كيف كيف هما بينتي بالنسبة لي كيف كيف. مهم عندي شعوب متاحهم وعند الناس اللي تعيش امريكا مش كيف. كما قال بيليل هاو نقرأ مثلا ترامب خفض الضرائب كنا دخل مرتفع تمسك بسياسات امريكا اولا تعزيز الاقتصاد الامريكي. اريس الفجوات الاقتصادية زيت الانفاق العام توفير الحماية الاجتماعية اكثر الاخر لا. هو يتميشه مع اكثر التقدمية الانفاق الاجتماعي الاستثمار في البنية التحتية على الرعاية صحيح. هذا هو حتى حد مذكر موضوع خارجي في الا في الاخر معتها لا اوروبا لا بلاد اخرى معتها العربي والاسلامي راهن على امريكا في كل شيء. وهي يعتبرها شرطي العالم. ثم كان راهنوا على انفسهم. راهنوا تقدموا. نعطيك امثلا الصين. هاي ما راهنتش على امريكا. وتقدمت. وبرشة دول اخرى احنا حاطين حتى تصورهم السينوفل في بعض القنوات العربية. يستنوا كانوا كانوا كانيه الانتخابات تصير في بلدانهم. برشة مصالح. اما ترا رد بالك الانتخابات الامريكية مثلا مهمة جدا في الشرق الاوسط. في الشرق الاوسط مهمة جدا مش كيف نحنا لاني في شامل افريقيا. يمكن ما ما نعتبروش حاجة معانيها معانيش معانيش معانيش. ممكن مربوطين انتخابات الامريكية مهمة جدا. مهمة على خاطر اين كالي بشير بح مش واصل سياسة في شخص. للي لحكي لكم جنيرال في العلاقات بمعطة كي جاء ترامب ويفيس وكدام بعد طبس راسه ومشي. معطة. دولة عميقة. وفهم دولة عميقة في امريكا هي اللي تقرر شكون. وفهم مجلس شيوخ. وحبس التوجهات السياسية في العالم. معناها بورشة حسابات. اما انا انا اتألم واتأسف على الوطن العربي لم راهن على ترامب ولا على هاريس. كلهم مراهنين. اه ترامب ماذا بنا ترامب. ها هو اللي شد بايدن شنوه ما وكان نفس ممنى في اللول. وبعدين شنوه اللي صار. يكبر جرائم صار في عام بايدن. احنا قلنا المسلمين توا مع هاريس اللي في امريكا. بالنسبة للعرب هم قسمين بين ترامب وكده. ما 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 ما. وصوفيان. صوفيان شبيك تنفخ ومتحبش تحكي فيه. انا الموضوع هذي لانه انا اه في قناعتي هذية توا الحالية الان وهنا. انه الكيان هذي الامريكي والسهيوني والاوروبي بصفة عامة. لا اه لا يمط للواقع بسيلة. وما يندب لك كان ظفرك. وزايد باش تنتظر من اي دولة اخرى في العالم. ولا كذا ضرب المكشوف طو قدم الناس كليك اه وقت يقروا انهم يجوعوا ناس يقتلوا ناس. يردموا ناس. حتى حد ما هو بشي حكم فيهم. وتتم حق جميع القوانين الدولية. وجميع اللغة اللي يحقوا بها. متى حرية الانسان وحقوق اه معنى شكونوا وكذا ومنه. افلا راح دي مر. راشح اه ابراهيم يطلع خريبة. مليو مليو.